اشتركوا في القناة وكب ظروفا استثنائية صحية الأمر الذي عكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل هذه المسئولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية وثمن جلالة الملك المعظم في البرقية الجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي سخرت جل جهودها وطاقاتها بتنظيم شعيرة الحاج وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم وفق إجراءات احترازية ووقائية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة مشيدا جلالته بأعمال التوسع المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة بكل المرافق والمشاعر المقدسة والتي تعود بالنفع على الحجاج وتيسر أداء مناسكهم ضرعا جلالته إلى الباري عز وجل أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وطاعتهم وأن يمنى عليهم بالأجر والمغفرة وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان تحت قيادته الحكيمة وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات